أعطيت الانطلاق في أجدير لمشروع يروم دعم وإنعاش حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وذلك بمشاركة العديد من الفاعلين الجمعويين ويهدف هذا المشروع الذي تقف وراء إطلاقه جمعية الطفولة المعاقة والذي يحمل إثم معا من أجل المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للجميع إلى تحسين مستوى ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لخدمات ذات جودة هذا المشروع يتمحور على أربعة ديال المحاول التي هي أساسية أولاً قد نخلقه المعيار ديال الجودة ملائم لمؤسسة الرعاية جمعية اللي غير يستمح لها أنها ترقاب الخدمات التي تعطي الأشخاص في وضعية إعاقة أو الأشخاص دون سند عائلي ثم حملات ديال التحسيس في المجال القاروي الحاجة الأخرى المحور التالك اللي هو دعم المراكز التوجيه هو مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة لتبعين التعاون الوطني محور الرابع كي يتعلق بالترافوع هذا المشروع الذي يصل الغلاف المالي المخصص لتنزيلها أربعة ملايين فاصلة تسعمائة ألف درهمة من المقرر أن يستفيد منه حوالي عشرة ألاف شخص في وضعية إعاقة في العالم القروي والمناطق المعزولة ويتطلع كذلك إلى دعم ومواكبة الأنشطة الترافعية من أجل سياسات عمومية دامجة شكرا